بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين المحاضرة الرابعة تطور كيميائي الجزء الثاني في الملخص للملخص اللي بنقدمه في هذا الجزء تكلمنا مع بعض في الأجزاء اللي فاتت ووصلنا للمحاضرة الثالثة إن زي البيو كيميستري أو الكيمياء العضوية توضح بقوة شديدة إن التطور مستحيل يحصل من البداية الجيت اللي هو مش هكون موجود في الطبيعة النهاردة هنتكلم على الاحتماليات حتى لو تخيلنا إن ظروف المستحيلة الحدوث في الطبيعة حصلت بحاجة فوق طبيعية عشان ندرك إن زي حتى ده برضو ما ينفعش يحصل ندرس مع بعض شوية حاجات بعض الأرقان عدد رمل البحر اللي موجود هو يوازي 10 قص 22 يعني 1 قدامها 22 سفر النجوم الملاحظة حتى الآن 10 قص 22 أو البعض قال إن هي أكتر من كده لكن لما نوصل لأرقام أكبر عدد زرات الكون أو عدد الإلكترون والبروتون والنيترون المكونة زرات الكون سوى 10 قص 80 يعني 1 وصدها 80 قص وعدد زرات الكون تقدر تقريبا ب10 قص 78 مستحيل يكون فيه رقام أكتر من عدد زرات الكون أو أكتر من عدد زرات مكونات الكون أرقام أكتر من كده دي مستحيلة دي ما تحصلش دي مش موجودة في الكون أصلاً وأيضاً علماء الإحصاء وضحوا أنه أي احتمالية هي النسبة احتمالية واحدة صحيحة لاحتماليات خطأ واحد لتلاتين ده ما يحصلش في الطبيعة لأنها مش موجودة في الطبيعة وفي علم الإحصاء أي احتمال لحدث أن هو واحد احتمال صحيح من احتمالات خطأ 10 قص 50 ده يعتبر مستحيل الحدوث ويكون في صالح المتسائل وليس المفترض الحدوث لو واحد قالك اه احتمالي يكون حصل لما نحسبها بالإحصاء ونلاقيها الاحتمالية أن ده يكون حصل هو احتمالية أقال من 1 ل 10 قص 50 لا ده مستحيلة الحدوث وتكون للصالح المتسائل أن هي ازاي حصلت مش للصالح اللي بيفترض ان هي حصلت رغم من احتماليتها أقال من 1 ل 10 قص 50 ده اللي بيعرفوا له علماء زي قدام حضراتكم فيقول لنا احتمالية تكوين بروتين واحد في الطبيعة هالاحتمالية تكوين بروتين واحد في الطبيعة 1 ل 10، 1 ل 100، 1 ل 1000، 1 لمليون، 1 لبليون بحيث أنه ممكن يحصل في الطبيعة حتى لو افترضنا الظروف المزعومة أن هي حصلت لكن ترتيب صحيح ممكن يحصل فيقول لنا أمبروس تكوين بروتين من 100 حمضة أميني بس يعني بروتين بسيط جدا ده بوليبيبتايد بسيط هو احتمالية صحيحة احتمالية واحدة صحيحة من احتماليات خطأ مقدارها 10 قص 130 يعني واحد قدامه 130 صفر احتماليات خطأ يعني لو أنت عايز تحصل على بروتين واحد صحيح بترتيبه الصح من أدوبك 100 حمضة أميني بطريقة عشوائية وليست مصممة بطريق خالق أو مصمم ده هتحتاج احتماليات كلها خطأ وقدرها 10 قص 130 عشان تطلع الاحتمالية الوحدة الصحيحة طبعا ده يوضح الاستحالة فعدد زرات هيدروجين الكون 10 قص 78 وعدد أصلا مكونات زرات الكون كله 10 قص 80 يعني انت عايز عدد بروتينات تحصل أضعاف 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 عدد زرات الكون فده مستحيل الحصول في الطبيعة فاحتمالية لتكوين بروتين واحد بترتيب صحيح في الطبيعة من أدوبك من مية حمضة أمينة احتمالية قليلة بس ممكن لا احتماليتها ايه صفر يعني غير محتملة على الإطلاق قادي المرجع قدام حضراتكم البعض يقول طيب حتى لهو احتمالية مش هتحصل أو مستحيلة أو صفر بس برضه مع الزمن الطويل جدا ممكن تحصل ومالو نحسبها بالزمن نضع في حساباتنا حاجة تانية هو عمر الكون مش عمر الأرض مش هنمشي مع 4 و 6 من 10 مليار سنة زي ما بيزعم عمر الكون اللي هو 13 ونص مليون بليون سنة تماشي مع إدعاء 13 ونص مليون سنة يعني يساوي كم سنية ده يساوي 425 أو 406 بالتقريب 426 كوانتليون سنة يعني إيه؟ يعني 426 وقصدها 15 صفر فإحنا عايزين من عمر الكون 13 ونص بليون سنة أو 426 كوانتليون سنة ده الزمن اللي يحصل فيه الاحتمالات كلها اللي هي 130 10 أص 130 أو 10 أصدها 130 صفر بروتين كلهم غلط بترتيبات غلط عشان واحد بس هيطلع المطلوب بالترتيب الصحة بتاعه لما نقسم عدد الاحتمالات اللي هي 10 أص 130 على عدد الثواني اللي هي 426 كوانتليون سنة يعني أنا عايز أحصل على احتماليات تفضل الطبيعة تكون لي أحماض أمينية في الثانية قد إيه؟ كلهم غلط عشان مرة أثناء 13 ونص بليون سنة يطلع لي البروتين الواحد الصحيح بالصدفة بالترتيب العشوائي بالصدفة العشوائية الترتيب صحي ألا إن أنا محتاج كل سنة يتكون عندي 10 أص 112 بروتين كل سنة من بداية الكون من 13 ونص مليار حتى الآن من أول لحظة في الكون إلى الآن كل سنة يطلع عندي 10 أصمية و12 بروتين كلهم غلط عشان يطلع عنهم واحد فقط صحيح بالترتيب المطلوب ده غير محتمل بالمرة وزي ما قالنا علم الإحصاء ده يعتبر احتمالية صفر مستحيلة الحدوث يعني العلم أثبت بالفعل ونظرية الاحتمالات وغيرها أثبتت بالفعل عدم احتمالية إن يتكون عندي بروتين وحيد صحيح بترتيبه الصحيح في الطبيعة بصورة عشوائية ما ينفعش حتى مهما كان عمري الكون الدقيقة 13.5 مليار سنة ولا غيره نفس الكلام اللي قرته عشان يطلع لبروتين واحد والبروتين ده ولا حاجة وصد مجموعة البروتينات الضخمة لمطلوبة منها أول خلية أول خلية بسيطة تنقسم ذاتين أو أول حتى مركب ينقسم ذاتين نفس الأمر ينطبق على الجينات نفس القصة عشان يتكون جين الجين ده ينتج بروتين الجين ده اللي هو الوحدة في الDNA سواء تنظيمي أو تعبيري اللي بتعبر عن صفة راسية لون الجلد لون العين وحاجات دي كلها دي الجينات التعبيرية فالجين هو الصفة الوحدة اللي بتعبر عن صفة راسية لها القدر على تعبير بإنتاج بروتين طبعا الجين الوحدة بيعبرش عن صفة وحدة لكن إنوه ده للتبسيط فالجين ده اللي يطلعلي عن زائم يعني بروتين أو غيره من المواد الحيوية كل جين اللي هو بيتكون من أربع أحرف تسمى نيوكليتيدات اتنين بيورين واثنين برميدين اللي هو أدنين وجوانين وسايتوزين وسايمين لما يترد بالDNA بكل حروفه ما ينفعش يكون في حرف خطأ حرف واحد خطأ عندك بروتين بايز لموت وأو ما يطلعش البروتين أصلا يعني يفشل المهم أنه ليتكون جينات بدون خالق من البداية بيصممها فلابد أنه الطبيعة تكون بطريقة عشوائية غير منظمة غير هادفة غير ذكية طلعت جين صح ينتج بروتين حتى الآن لم يستطع أي من العلماء على قد معلومات المتوضعة مؤيد التطور أن ينتج هذه القواعد الأربعة لتكوين الجين بظروف طبيعية أو ظروف تشبه الطبيعة علشان ننتج هذه القواعد الأربعة الأدنين وجوانين والثايتوزين والصايمين الأربعة محتاجة معامل دقيقة جدا بأجهزة في منتهى التعقيد تصممها بشر أسكياء جدا بعد تجارب واضحة كل هذه التجارب وهذه التعقيدات أكدت بوضوح شديد زي ما قلت في المحاضرة الثالثة مستحيل يتكون في الطبيعة فيوجد عاقب كتيرة جدا تقف أمام أي ادعاء عن أي حد يدعي وحتى موجرد يفترض أو يفكر أنها ممكن تنتج في الطبيعة فمثلا الفوسفيت اللي هو أساسي فيها ده حاجة أساسية في تكوين الـDNA أو في تكوين هذه القواعد يترسب لو وجد كالسيوم في المياه الكالسيوم مهم للمواد العضوية وجود كالسيوم مش هتكون الـDNA في مية الواحده خارج الخلية وعدم وجود كالسيوم مش هتتكون المواد العضوية الأساسية للخلية ده الواحده كافي تماما بالقضاء على ادعاء أنه ممكن يتكون القواعد وتتحد مع بعض تتكون جين في الطبيعة فأيضا العلم مرارا وتكرارا أثبت بوضوح أنه ما يتكونش جين في الطبيعة ولكن نفس اللي قلنا عن البروتين المرة اللي فاتت وبدأناه النهاردة برضو نطبقه على الـDNA حنفطرد أن الشيء خارق للطبيعة خلى السينايد تركيزه عالي جدا في المية اللي محتاج يتكون أحد القواعد وشيء آخر خارق للطبيعة وغير موجود في الظروف الطبيعية قل للضغط جدا لأنها محتاجة ضغط قليل جدا وشيء خارق للطبيعة حل مشكلة الأكسجين اللي في وجوده مش هتتكون وفي عدمه مش هتتكون في وجوده هتتأكسد وفي عدمه مفيش أزون يحميه وإن الشيء خارق للطبيعة فصلهم عن بقية المواد اللي كلها تفسدها وترسبها وتخليها غير صالحة وإن الشيء خارق للطبيعة حل مشكلة الغنيان والتجميد في نفس الوقت أنا عندي قاعدتين تحتاج عشان أكونهم ظروف تجميد وقاعدتين تحتاج عشان أكونهم غليان والمفروض يكونوا الاتنين مع بعض عشان نعايز الأربعة مع بعض بطريقة خارقة للطبيعة وإن الشيء خارق للطبيعة حل مشكلة الكالسيم مع الفوسفولر لسه تكلمت عنها وإن الشيء خارق للطبيعة كون المحفز القاعدي المطلوب عشان يكون الأدنين اللي بدون هذا المحفز القاعدي ما يتكونش وإن الشيء خارق للطبيعة تخلى كل ده يحصل في مكان واحد وبعد كده عشان يتربطه مع بعض نلاقي نفس المشكلة يتكونوا في مية بس عشان يتربطه مع بعض لازم يكون مفيش مية خالص زي قصة الأحماض الأمانية اللي في المية لأن ترابط النيكليتي دات يحتاج هيدروفوبك يعني ما فيش مية وهم يتكونوا أصلا في مية طبعا ده يؤكد الأمر أنه غير محتمل احتماليته صفر يعني العلم برضو مرارا وتكرارا أكد استحالة وجود ده بدون إله مصمم خارق أيضا تكونهم وطرابطهم هو تساعد تسلسل التفاعلات دقيقة أي خطأ بسيط مش هيكونهم ولا هتتكون المكونات المطلوبة للحياة أيضا إيه الوسيلة اللي هتخليهم يترتبوا بالطريقة المطلوبة زي حروف الإراية لو عندك حروف إراية مين اللي هيرتبها بحيث تتقري في جملة مفهومة لازم عقل زاكي يرتب الحروف تتقري بمعنى حنتماشى مع كل هذه الظروف خالقة للطبيعة حصلت بالصدفة البحثة وكونت حروف الـ DNA حروف الـ DNA هتتنظم إزاي الحروف دية بشكل مطلوب يعني تترتب إزاي عشان تكون جملة مفهومة وإيه اللي هيخليها لما كمان تقف عند حجم الجملة ما تبضلش تحط حروف ملهاش معنى أو ملهاش لزوم مين اللي بيعمل ده جوه الخلية لأنها مصممة بمنتهى الدقة الإنزيمات المعاقدة المصممة بمنتهى الدقة فأحد العلماء المهمين في هذا المجال وهو دكتور تشارلز كارتر أيضا حديثا أعلن فيه مؤتمر أنه ادعاء أن يتكون RNA أو DNA في الطبيعة ده غير محتمل آدي نص كلامه وكلام ده تنشر في ساينس ديلي قدام حضرتكم الـ DNA هو مش شوية حروف لخبطة وعشوائية الـ DNA درسالة زكية كلام زكي زي جمل بتقراها زكية جدا أستشهد بكلام علماء الفضاء الغير مؤمنين مش هستشهد بعلماء مسيحيين لكن علماء الفضاء الغير مؤمنين اللي بيبحثوا عن كائنات في الفضاء اللي بيقولوا الأشياء اللي مش عشوائية اللي أشياء المنظمة تشهد أنه فيه زكاء نظمة أو كونا يعني أي أشياء منظمة غير عشوائية لما لاقي جملة في كتاب مكتوبة مش هفترض أنه شوية رملة كونوها لأ ده لازم فيه كاتب زكي كتب الجملة دي أي شيء منظم غير عشوائي يشير لوجود زكاء كونه طب دي إنه إيه منظم جدا دي أسكى بكتير من كتب اللي بنقراها والجمل الزكية اللي مكتوبة في الكتب ده يشهد بوضوح على زكاء مكونا كلام ده على فكرة اعترف به واحد من أشهر الملحدين كارل سيجن اللي قال رسالة بها محتوى معلومات في كلمتها هي إنتاج زكاء فقط يعني مش هتنفع تقرأ رسالة خطاب جواب مكتوب ومواضح فيه معلومات لو سمحت يا فلان تعال في اليوم الفلاني في المكان الفلاني علشان هتعمل كذا وتتخيل إن اللي كتب الجواب ده شوية ريح أو انفجار أو غيره لا اللي يعمل الكلام ده زكاء لازم إنسان زكي أو كيان زكي يكتب هذه الرسالة أي رسالة بها محتوى معلومات بيشهد على وجود زكي عاقل أنتاجها مفيش رسالة بها معلومات تكون وجدت لوحدها في الطبيعة أي رسالة بها معلومات لازم يكون كيان زكي زي إنسان أو كيان أوجدها بنفس المقاييس دي ده يؤكد إن الصدفة والتطور والعشوائية نو وي مش هيكون رسالة زكية في الدي ن ايه ده لازم يكون مصمم زكي هو اللي خلق الدي ن ايه بمعلوماته وكتبوا بدقة شديدة عشان يعبر على المعلومات الزكية بهذه الدقة لتشهد على زكاء هذا الخالق فأيضا امرارا وتكرارا العلم حتى بما فيه علماء ملحدين بطريقة غير مباشرة أثبتوا عدم تكون المواضع العضوية بهذا الترتيب الصحيح لوحدها في الطبيعة بل شهد فريد هويل وده واحد من المشاهير إن علم البيولوجي كل اللي يدرسه الحقيقة لازم يشهد أن هناك كيان زكي وأعلى مننا هو اللي صمم كل هذه الأشياء دقيقة التصميم وحتى ده في نظرته Evolution from Space إذن ما ينفعش يقولولنا احنا ما نعرفش لكن العلم هيثبت في المستقبل لا العلم أثبت من الآن بالفعل الطبيعة لا تستطيع أنها تكون هذه المواد وتكونها بالترتيب الدقيق هو كان المفروض يقولوا أن العلم أثبت أنها لا تتكون إلا بمصمم زكي لكن طبعا عشان عقدتهم التطورية الإلحادية مش عايزين يعترفوا بذلك رغم كل الأدلة العلمية اللي ثبتت بالفعل ولكن إيه رأيي حضراتكم حتى لو افترضنا جدلا كل المستحيلات دي حصلت رغم أنه ضد الطبيعة وضد المنطق ومحتاج زكاء لكن نفترض أنها تكونت لوحدها في الطبيعة والأربع قواعد اللي محتاجة كل هذه الظروف الخارقة للطبيعة اتكونوا تعالوا نتكلم على احتمالية أن الأربع قواعد دولة ترتبوا كحروف تتقري زي جملة في كتاب مكونة من 500 حرف جملة زكية ومعبرة جواب مكتوب من 500 حرف معبر بالزبط عن فكرة كاتب لكن هنفترض أنه ما فيش كاتب ما فيش فكر اتكونوا لوحدهم حروف متلخبطة كونت لي الجين لكن الجين علشان أو هاخد جين من أبسط ما يكون أنا مش هتكلم على جينات اللي بتوصل ل 27 و 30 ألف قاعدة أنا هتكلم على جين بسيط أدوبك 50 قاعدة فقط يعني شيء صغير كمثال توضيح دم الجين حقيقة الجينات الحقيقة أكبر من ذلك كتير فالقواعد هي أربعة لأدنين جوانين سايتوزين سايمين أو حين بيبقى يوراسيل في الأرنية إنوه مش موضوعنا الأربع قواعد اللي هم الأربع لاختيارات أنت عندك لغة مش مكتوبة لا من 28 حرف ولا من 6 حروف ولا من زي مثلا لغة الكمبيوتر حرفين لا اللغة بتاعت الDNA مكتوبة بأربع حروف كل الحروف دي يكونوا تيجي ثلاثة مع بعض يكونوا يسمعها قواعد أو كدون كل كدون من ثلاث حروف عشان تكون واحدة قاعدة بس الترتيب محدد يعني الترتيب الصحيح مثلا يكون ACT أو AGT أو غير لو ترتيب واحد بالزبط دقيق عايزه عشان هو حيعبرنا على الحمدة أميني الاحتمالية ان الثلاث حروف يترتبوا بترتيب صحيح من الأربع حروف لان احتمالية الحرف يكون الصح من الأربع هو واحد لأربع طب الحرفين يكونوا صح من الأربع يده احتمالية واحد من 16 احتمالية ثلاث حروف صح من أربع هي احتمالية واحد صح من أربع وستين احتمالية خطأ لو هكمل بالترتيب ده علشان أوصل لخمسمائة قاعدة مترتبين صح هي احتمالية واحدة صحيحة من احتماليات خطأ تساوي اتنين وستة من عشرة في عشرة قص تلتمية يعني واحد أو هي اتنين قدامها تلتمية صفح أو ستة وعشرين قدامها اه 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 بتين تسعة وتسعين سفر ده علميا حسب علم الاحصاء مستحيل الحدوث ولا يحدث في الطبيعة على الإطلاق يعني مرة أخرى مرارا وتكرارا العلم الصحيح أثبت أن الجين صحيح بترتيبه الصح بسيط جدا مستحيل يتكون في الطبيعة عشوائيا بدون خالق ومصمم زكي وهنا طيب يمكن العمر الطويل ساعة بنرجع نفس النقطة مرة تانية أخذ عمر الأرض مرة الفاتت استخدمت عمر الكون المرة دي أخذ عمر الأرض عشان توضيح لو تمشينا مع أي منهم من اتنين غير ما ينفعوش عمر الأرض المفترض أربعة وستة من عشرة بليون سنة بعدد الثواني يساوي مية اتنين واربعين كوانتليون سنية ده عمر الكرة الأرضية الزمن المتاح للأرض من ساعة ما تكونت حسب فرضيتهم عشان يفضل لسليب العشوائية للطبيعة أكشف ضد الطبيعة ولكن ما علينا أنه يرتب الأربع قواعد الجينية دولة ترتيب صحيح ليطلع لي أدوبك الـ DNN البسيط جدا أو الـ RNNN البسيط جدا من الأربع قواعد فمحتاج أد إيه كل سنية أقسم عدد الاحتمالات على عدد الثواني يعني محتاج أنه كل سنية من ساعة ما تكونت الأرض من أربعة وستة من عشرة مليون سنة حسب فرضيتهم اللي في رأيي خطأ كل سنية مطلوب يطلع عندي 55 في عشرة أس 285 يعني عشرة أسادها 285 صفر قاعدة أو جين خطأ كلهم خطأ عشان يطلع واحد منهم بس الصحيح اللي أنا عايزه طبعا الرقم ده يؤكد بطريقة قاطعة أكتر ومرارا وتكرارا استحالة الاستحالة مستحيل يتكون دي N.A بسيط جدا في الطبيعة بترتيبه الصحيح لوحده مهما نديته من زمان لـ 4 و 6 من 10 مليار و 13.5 مليار ولا غير عشان كده عالم الرياضيات ومبرمج كمبيوتر وبيستخدم برامج كمبيوتر في تطبيقات مثل هذه الأمر واسمه تشتزنبرغ حسب الكمبيوتر بناء على ظروف مختلفة انه فرصة تغير D.A بسيط جدا بطريقة عشوائية بس يعبر صح هو احتمالية صح من احتماليات خطأ واحد لعشرة أسى ألفة وهي بناء على الرياضيات مع دومة No chance وحتى لو حصلت احتمالية بقاءه أقل كمان من ذلك يعني أكثر عدميا ده إلا أنا Further there is no chance مفيش فرصة مستحيلة بعلم الإحصاء مايتكوّدش الواحده لأنها فرصة واحد صحيحة على عشرة أسى ألف خطأ وحتى لو حصلت وده مستحيلة بعلم الإحصاء مش هيعد There is even less chance to remain إذن العلم مرارا وتكرارا أثبت عدم احتمالية شريط نوي صحيح في الطبيعة لا من ظروف تكوينه أو ظروف تكوين أربع قواعده ولا حتى نيتكون بترتيب صحيح ملحوظة مهمة جدا كل اللي قلته عن هذه النسبة ليس فقط لتكوين جين فقط لبداية الحياة بل على فكرة عشان يفضل التطور يضيف لنا جينات جديدة من عدم وجود صادق يضاف على المحتوى الجيني الجد الأولاني المحتوى الجيني بسيط جدا وقعد يكتسب جينات جديدة ليس لها وجود وتضاف عليه ويتزاد ويتنوع ويتطور ويتحول لأجناس أكثر لغاية ما بقي كل الأجناس اللي موجودة المختلفة عن بعض المميزة جينية كونه ده برضو نفس الأمر يعني مش جين يتلف أو جين ينتقل مكان لآخر أو جين يتغير بل احتمالية أن يتكون جين جديد من عدم وجود صادق بالتطور عشان يضاف على المحتوى الجيني فتطور الكائن يتعدى نسبة الاستحالة بكثير نفس الكلام ده قالوه العلماء نفس العالم السابق قال أنه مقياس ده ينطبق على الطفرات الجينية لأن طفرة مفيدة لجين جديد ليس له وجود صادق في نفس الاحتمالية أقل من واحد إلى عشرة قصة عشر تل أو قصة ألف يعني ما تحصلش في الطبيعة أي أن فرصة تكوين طفرة مفيدة تضيف معلومات جينية ومحتوى جيني ليس له وجود صادق ده يعني مش تغير جين أو جين يتلف لا هي فرصة غير محتملة على الإطلاق بعلم الإحصاء والحساب وده لأثبته العلم يعني بكتيريا تكتسب جين جديد ليس له وجود صادق فتطور لجنسة آخر ده غير محتمل بكتيريا ما كانش لها صوت فتكتسب جينات جديد عشان تكتسب صوت ده غير محتمل ممكن جين يتضهر ممكن جين ينتقل من مكان لآخر ممكن جين يتضاعف هو نفس الجين ممكن جين يتلف أو يتغير فيه حاجات لكن ما بتكتسبش جين جديد ليس له وجود صابق يضاف على محتواه الجين الأصلي فأرجو لما هنتكلم على الطفرات تذكروا الجزء ده مهم جدا أن الطفرات المفيدة عشان تنتج الجيد جديد ليس له وجود صابق يضاف على المحتوى الجيني بالصدف العشوائية ده غير محتمل والعلماء أثبتوا الكلام ده وتتعدى حد الاستحالة لكن الطفرات المضرة أنه جين يتلف أو يتضهر أو غيره ده موجودة فجينات تتلف ده موجودة جين يتغير فيبقى ضعيف التعبير فيحصل التنوع ده موجودة ده كثيرا لكن جين يكتسب من عدم وجود صابق العلم أثبت تستحل حتى بعد كده لو تكون على فكرة حتى لو تكون جين في الطبيعة عشان يكون الجد اللي يفترضوه هو غير حية حتى الآن يعني فيش قوة حياة ما يقدرش ينقسم ذاتيا بدون كل مكونات الخالية اللي بتنسخ الDNN لأنه ينسخش نفسه ما يقدرش الورقة ما بتنسخش نفسها الورقة عايزة مطبع عشان تنسخها برينتر ما يقدرش ينتج بروتين واحد بدون مكونات الخالية لأنه لازم يكون في برنامج يقرأ وبرنامج يعبر الإراية دي وبرنامج يكون البروتين حسب ما أرى اللي يقرأه ويجعله معبر الDNN ده برامج كمان بيصنحها الDNN لكن اللي بيقرأ الDNN ده برنامج تاني كل ده يوضح ان العلم يؤكد مراراً وتكراراً فيش حاجة اسمها حياة في الطبيعة بدون الى خالق شكده اعترف عالم وهو مهم جداً فرانسيس كريغ الحاصل على جائزة نوبل في اكتشاف تكوين الDNN نفسه ان فرضية تكوين مواد أولية في الطبيعة ده عبارة عن مجرد مجموعة من التخمينات مبنية على حقائق قليلة جداً too few facts كل اللي بيفترضوه ان التكون الDNN في الطبيعة ده عبارة عن ايه ده تخمينات ده أماني ده حاجات بيقولوها عشان يثبتوا عاقدتهم لكن هي ليس لها اساس علمي حاجة التانية الاحتمالات ملهاش ذاكرة يعني ايه دايماً يحاول علماء التطور قناع البسطاء انه اللي ما يحصلش دلوقتي عشان مش هيحصل في ساعة لا بس ممكن يحصل في مليون سنة الارد دلوقتي ما بيتطورش الانسان بس في خمسة مليون الارد يتطور لانسان البكتيريا دلوقتي مش هتتطور لالجي ولا فانجس ولا من بروكاريوت ليوكاريوت بس لو ديت لها مليار سنة تحصل الضفضع دلوقتي ما بيتحولش الامير ده اسطورة لكن لو ديت الوقت بالتطور هيصبح اه هيصبح امير الضفضع من الامفيبيانس يتطور لزاحف وزاحف يتطور فيما بعد فاجيال عديدة الى حيوان سادي وحيوان سادي يتطور الى القردة والقردة تتطور للانسان والانسان هيبقى منهم واحد امير فكذا الضفضع تطور به امير الحقيقة كلام ده خطأ الاحتمالات ليس لها زاكرة ما لا يحدث في دقيقة او في ساعة حالياً اللي مش هيحصل في دقيقة او في ساعة او في سنين او في ملايين السنين في الماضي فالقاعدة هي الوقت لا يعمل في صالح حدث لا يمكن ان يحدث اصلاً مهما طولتلو الوقت الوقت اللي بيقوله لكم هو يطولوا فيه خديعة الوقت لا يعمل في صالح حدث لا يمكن ان يحدث اصلاً انت عرفت ان عشان يتكون قاعدة جينية واحدة صحيحة من قواعد خطأ مستحيلة لا هتحصل في ساعة في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل لانها مستحيلة الحدوث فالوقت مش هيخليها من مستحيلة الحدوث لتحصل الشيء الوحيد اللي بيحصل فيه في الوقت وبينتجه الوقت وبمرور الوقت هو اللي بنشوفه بعنينا من التلف الحاجة اللي قدامك بتشوفها بمرور الوقت وكل ما يطلو للوقت كل ما تزيد هي ايه؟ التآكل، التدهور، التلف تسيب حتة حديد كل ما يمر عليها الوقت تصد زيادة تسيب طاقة كل ما يعد عليها الوقت تتنفذ منها الطاقة وتتحول عشوائيا تتاكل، تتفتت، تصدق تشيخ، تتحلل وهو حسب القانون من الثيرمو دايناميكس فالنراف الحاضر هو اللي بيحصل في الماضي وفي المستقبل الوقت عامل ضد عامل ناجح جدا في الهدم وليس في البناء فالتفاعلات الكاملية تتجه من المركب الكبير انه يتفتت، يصدي، يتحلل يعني مش هيكون مركبات صغيرة تكون دي ايه معقد الدي ايه المعقد لو سبت في الطبيعة هيتكسر لو سبت حتة بروتين في الطبيعة هتفسد، تarry ع Lulu وتتكسر إلى مركباتها الأولانية مش هتحط شوية مركبات أولانية هتكون لك حتة لحمة وبروتين في الطبيعة فدايمة المركبات المعقدة تتجه الى الأقل لكن هنا، هتتجه من شوية بروتينات في الطبيعة تكون لدي حتة لحمة؟ لا، أنها تتجه لأنها تترابط مع بعض وتكون مركب معقد ضد قوانين الكيمياء كلام ده مش كلامي أنا، ده كلام العلماء الأحياء زي ريتشارد دي كارسون برضو أحد الشهرين في هذا الأمر يقول من الصعب أن تصور بوليمر، يعني هي مركبات صغيرة تتربط مع بعض تتكون لك مركبات كبيرة ممكن أن تتكون في وسط مائي للمحيطات القديمة لأن وجود ماء في صالح تكسير بوليمرات تكسير اللي هي المركبات الكبيرة للصغيرة بدل من البالمرة يا جماعة ما بيحصلش في الطبيعة أن أنت تجيب مركبات صغيرة فتتجمع مع بعض تتكون لك واحد كبير لكن المركب الكبير بيحصل أن هو يتكسر لمركبات الصغيرة حتة لحمة تتكسر إلى مكوناتها الأولية لكن ما بتشوف مكوناتها الأولية تتكون وتتجمع لك في حتة بروتين أو لحوم ده اللي بيقوله كلام ده تتنشر في Scientific American أيضا جورج والد قال الكلام ده اللي أكد أنه حتى مع فرضية المواد العدوية تكونت طيب اتكونت الأحماض الأمانية اتكونت القواعد النوية هيحصلها هتتحلل مش هتتجمع تلقائية التحلل هي احتمالية أعلى بكتير جدا وتحدث أسرع جدا من تلقائية التركيب هذه الحقيقة هي المشكلة الأكثر عنادة لاتتواجهنا يا جماعة لو جبنا شوية بروتينات أو لو جبنا شوية بوليبيبطايت أو حتى أحماض أمانية حتى لو جبنا بروتينات وحطناها مع بعض بروتينات مش هتتجمع مع بعض وتكون لك نسيج أو تكون لك خلية أو تكون لك كائد بروتينات ده هتتحلل وتتكسر التلقائي اللي بنشوفه قدام عينينا التحلل وأعلى بكتير وأسرع بكتير من إدعاء أن تلقائية التركيب يعني أنها تركب مع بعض النا وحدها والمشكلة دي أعقد مشكلة وأكثر عنادة أن تواجه التطور وإدعاء التطور وتوضح خطأه ولكن للأسف رغم ذلك لا زالوا يؤمنوا بالتطور مايكل بيتمان قال نفس الكلام الوقت لا يساعد المركبات العضوية خارج النظام الحي تتجه للتكسر بالوقت ليش البناء ليس البناء آسف في أغلب الحالات عدة أيام هو ما تستمره يعني لو عندك مادة عضوية كبيرة خارج الخارية مش هتستمر كتير وتفضل يتجمع عليها هي في خلال عدة الأيام دولة هتتحلل مش هتتكون الوقت يكسر المواد المركبة لو هناك بروتين كبير تكون بالصدفة الوقت سيعمل على تكسيره مش لو كونت أغلبه 80% فعايز وقت زيادة عشان تكمل العشرين في المية مش هيكمل العشرين في المية هيتكسر اللي تكون تتيح وقت أكثر تصبح الفرصة أقل لهذا المركب أن ينجم لأن كل ما تديه الوقت كل ما يتكسر فخلي بالكم عامل الوقت اللي بيخدعوا به الكل ده عامل ضدهم وليس معاهم أرجو أن ينتبه الكثيرين الوقت ضد التطور العضوي وليس معه كما يزعمون خطأا حتى مع الكينات كينات تتدهور ما بتكتسبش صفات جديدة ده بتتدهور وبتضعف والكلام ده كل يتفق مع قانون مش مع فرضيات اللي هو قانون الديناميكية الحرارية التاني law of entropy entropy التدهور ده second law of thermodynamics كل الأنظمة تتجه إلى أكثر حالة محتملة ريادياً وتصبح في نهاية المطافة عشوائية وغير منتظمة يعني متكسرة فهو يتجه لعدم التنظيم للتفكر أي شيء منظم يترك فترة من الزمن يتحلل يتصدق يتحدم يتآكل يدوب يتكسر وتنطلق الطاقة المكونة كفيه تصبح حرة عشوائية وغير منتظمة ده أفضل حالة بتتجه لها الطاقة وده القانون ده ألبرت أينشتاين بنفسه الأي شيء يخالف هذا القانون هو خطأ التطور يخالف هذا القانون لذلك هو خطأ هذا القانون ضد التطور تماماً لكن القانون ده مع إيه؟ مع السقوط والتدهور وده نتكلم عنه الكتاب المقدس والتدهور اللي بيحصل في الطبيعة وفي الكائنات باستمراره في الأعمار وده عنده عند العلماء يسمى مشكلة قانون الديناميكية الحرارية اللي واقف ضد التطور أو ما يسمى بالأنتربي بروبلين فاللي احنا شايفينه مش بنشوف التطور وتزياد التعقيد زي ما بيدعو احنا شايفين بناءاً على قانون السكن لا اوف ثيرمو دايناميكس التدهور والتحلل زي ما قال القانون بالزبط واللي قال عنه ألبرت أينشتاين أي شيء ضد هذا القانون هو خطأ فالتطور خطأ لأنه ضد القانون أما التدهور من وقت السقوط صح لأنه ده اللي احنا شايفينه وهو اللي مع القانون عشان كده بكرر مرة تانية احتمالية مش تكوين كائن أولي وحيد الخلية أو كائن ينقسم ذاتياً أو حتى مراكم معقد ينقسم ذاتياً عشان يطور بل احتمالية تكوين بروتين واحد بسيط في الكون مستحيلة أو حتى تكوين جين بسيط جداً لوحده مستحيل في الطبيعة إلا بوجود خالق زكي هو اللي يخلقه ويصممه ويديله يحافظ عليه ويديله ليكون حي ده اللي أثبته بالفعل العلم محتاج المصمم يصمم هذا لأنه مستحيل يتكون وحده في الطبيعة إذن العلم الحقيقي ليس الفرضيات المخالفة للقوانين هي العلم الحقيقي هو مع الخلق مع التصميم وليس مع التطور اللي يصر على الرفض ومصر على التطور برحته هو بيصر يؤمن بفرضيات خالية ضد العلم والعلم أثبت خطائها وبيرفض القوانين الفيزيائية والكيميائية وغيرها يعني بيرفض العلم الصحيح لأجل فرضيات عقائدية تطولية غير علمية فمحدش يجي يقول أنه هو ملحد بسبب العلم العلم والقوانين العلمية ضده مش في صفه لكن ملحد لأنه اختار ده لأنه اختار الإلحاد وبيغط على ده بفرضيات غير مسبطة يدعي بكاذب أو عن جهل أنها علم وهي علم كاذب الإسم وضد العلم الحقيقي فالعلم الحقيقي الملاحظ المختبر مع الخلق والمجد لله دائما وربنا يبارك حضر